اشتركوا في القناة عرقلت عدة مشاريع في صندوق التضامن التابع لاتحاد العمال في كبك لأن تلك المشاريع تنافس شركات رجل الأعمال توني أكورزو والسؤال المطروح هل غضت يومها المسؤولة زكاياب الطرف عن نظام تواطئ متجذر يعود تاريخ تسجيل الصوت إلى الوقت الذي كانت تشغل فيه زكاياب منصب إدارة صندوق المناطق التابع لصندوق التضامن لاتحاد العمال في كبك وقالت يومها زكاياب أن ملفات منافسي رجل أعمال أكورزو عالق في صندوق المناطق بطلب من رئيس اتحاد العمال في كبك فرع البناء جون لفالي وحول نفقات المدير العام السابق لاتحاد العمال في كبك فرع البناء جوسلان ديبوي تقول زكاياب عبر التسجيلات الصوتية أنها لم تطرح أي سؤال حول هذا الشأن لأن ما لا تدري به أفضل مما تعلم به ووصلت أصداء هذه المعلومات الجديدة إلى دافوس في سويسرا حيث تتواجد رئيسة الوزراء بولين ماروا والتي وبعد الدفاع عن زوجها تجد نفسها اليوم مضطرة للدفاع عن الوزيرة المسؤولة عن السياسة الصناعية في كبك في ردود الفعل طالب الحزب الليبرالي في كبك حكومة بولين ماروا بإقالة الوزيرة المفوضة عن شؤون السياسة الصناعية وبانك التنمية الاقتصادية فعلى ضوء ما رشح من معلومات طالبت الناتق بلسان المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية في كبك ليز تيريو بإقالة الوزيرة زكاياب بسبب تغضيها عن التبليغ عن نظام تواطئ كانت تشتباه بوجوده من جهة أخرى عقدت المعنية بالأمر مؤتمرا صحفيا قالت فيه إنها كانت شاهدة صحيحة على تجوزات تقضي بتوفير أموال من صندوق التضامن لصالح شركات تعمل في قطاع البناء تعود ملكيتها لرجل أعمال توني أكورزو إنما فور علمها بما يجري عبر عمليات تطقيق قررت وضع حد للنظام القائم إلى ذلك طالب حزب التضامن الكبكي وحزب التحالف من أجل مستقبل كبك بتعليق عمل زكاياب واستبعادها بشكل مؤقت عن مجلس الوزراء إلى حين تسليط الأضواء على تلك المعلومات الخطيرة بقت ساعة تصفية الحسابات داخل صفوف الحزب الليبرالي في كبك فقد اتهمت النائبة فاطمة هودا بيبان زعيمها السابق فيليب كويار باللجوء إلى عملية مساومة وقحة لكي توافق على تغيير وجهة نظرها لجهة الوقوف في وجه شرعة القيم الكبكية ووفق ما قالته هودا بيبان لوكالة الصحافة الكندية فأن الحزب الليبرالي قدم لها على طبق منفضة إمكانية تعيينها على رأس وزارة مهمة بحال تمكن الحزب من الوصول إلى السلطة في كبك وذلك لقاء عدولها عن موقفها بشأن شرعة القيم واعتماد خط الحزب في هذا السياق واعتبرت هودا بيبان أن هذا الأسلوب مرفوض كليا وهو بمثابة محاولة للضغط عليها اتهمت منظمة النقبيين والتقدميين من أجل كبك حرة اسبيكيليبر حزب التضامن الكبكي كبك سوليدار باستقطاب الأصوليين بسبب موقف الحزب من شرعة القيم واعتبرت العضو لويز مايو في النادي السياسي الذي كان ملحقا بالحزب الكبكي لغاية عام 2010 بأن الموقف الذي يدافع عنه حزب التضامن الكبكي هو موقف مؤيد للحجاب والتعددية الثقافية وبأن هذا الموقف يتناسب مع ما يبحث عنه الأصوليون قررت حكومة بولين ماروا رفع ثمن رخصة دور الحضانة الخاصة ورخصة مراكز رعاية الطفولة من نوع سبي او بنسبة 800% ليرتفع ثمن الرخصة الواحدة من 168 دولار إلى 1515 دولار إلى ذلك يرتفع رسم تجديد الرخصة والذي يتم تسديده كل خمس سنوات بموجب القانون إنما بشكل تدريجي هذه المرة فمن 88 دولار سيصل الرسم إلى 500 دولار بحلول عام 2016 أي بارتفاع بنسبة 468% وعزت الحكومة هذه الزيادات إلى أن الرسوم الحالية لا تتناسب مع حجم الخدمات والعمل المطلوب لإصدار تلك التصريح والرسوم وبحال احتكمنا إلى المعلومات العائدة إلى عامي 2012 و2013 فإن وزارة الأسرة أصدرت 500 رخصة جديدة سنويا لدور الحضانة في الخبر الأخير أدى حريقة طال مركز للمسنين في مدينة ليلفيرت بالقرب من مدينة ريفيار دولو إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين وفق ما أكدته السلطات الأمنية في كبك ولا يزال لغاية الساعة هناك ثلاثون شخصا في عداد المفقودين كما عمدت السلطات المعنية إلى أخلاء المنازل المجاورة نظرا لفداحة الحريق وألسنت النيران المشتعلة التي دفعت رجال الأطفاء إلى مطالبة المساندة من أشقائهم في البلديات المجاورة انتهى الموجز شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة